ولنقاش أسباب وتدعية القصف الإسرائيلي على ميناء اللاذقية السوري وتدعياته والرد المتوقع من قبل النظام ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري العميد عبدالهادي ساري أهلا بكم سيادة العميد أهلا وسهلا بكم غارة إسرائيلية جديدة على ميناء اللاذقية وتعتبر الثانية على التوالي هذا الشهر كيف يمكن قراءة هذه الغارة؟ نعم في الواقع الطيران الإسرائيلي أو الغارات الإسرائيلية أو العدوان الإسرائيلي أو يمكن أن نسميه بغير ذلك لأن الأهداف التي يمكن أن يتم التوجيه إليها هي المخازن أو المستودعات أو الذخائر المرسلة من إيران وأنا لا أعتقد بأنها عدوان على الأراضي السورية بل هي محاولة لمنع إيران من التمترس على الأراضي السورية وكما تطمح إيران الإسرائيلي ليسوا يقصف هذا أو يقوم بهذا الضرب أو بهذا القصف على سواد عيون السوريين بل هي ربما تكون مناورات إسرائيلية لمنع حزب الله ومنع باقي القوى التي تدعي بأنها مقاومة بأن تمتلك بعض السلاح الإيراني المتطور وإيران حاولت تطوير بعض السلاح وخاصة سلاح الصواريخ التي تبعث به إلى الأراضي السورية وباقوا من ثم يتم إمداد قوات النظام وإمداد حزب الله فيها إلى الأراضي اللبنانية سيادة العميد الدراسة أو ربما يكون درس أو الرسالة المرسلة من قبل تل أبيب بأن تل أبيب هي واعية أو قادرة على أن تقصف بأي مكان قادرة على أن تنفذ مهام قتالية في أي من الأراضي السورية ضد المصالح الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية في هذا السياق سيادة العميد بالحديث عن المكان وهو ميناء ومكان حيوي هل هذا يعني أن هناك أسلحة في ميناء اللاذقية ولذلك يتم قصفه مرارا؟ يا سيدتي وسائط الاستطلاع الإسرائيلية من الوسائط المتطورة جدا وتستطيع كشف كل ما يمكن العمل فيه على الأراضي السورية وإيران حاولت مرارا وتكرارا أو إيصال الذخائر والسلاح إلى الأراضي السورية عبر ميناء طرطوس والميناء اللاذقية وعبر البر عن طريق طهران بغداد دمشق والأسلحة الإيرانية متواجدة بكثرة في شرق سوريا وبالتالي لاحظنا أن القصف الإسرائيلي تركز على المنطقة الشرقية وخاصة على البوكمال ومدن دير الزور مما يدل على أن إيران لن تقف ولن تكون هذه المرة الأخيرة التي ترسل إيران بصواريخها وبسلاحها إلى الأراضي السورية السفن الحربية والسفن التجارية الإيرانية دائما سواء كانت محملة بالنفط أو محملة بالسلاح هي موجودة على الأراضي السورية من خلال مطار أو من خلال ميناء اللاذقي وميناء طرطوس ولحظنا خلال هذا الشهر تم قصف هذه المناطق أو السواحل السورية مرتين يدل على أن إيران جادة وقادرة وتنفذ عبرها يعني لماذا أنا أتساءل هنا لماذا أمريكا ولماذا الدول الغربية التي تمنع إيران من توريد السلاح وعليها عقوبات كثيرة بهذا الشأن ويصال هذا السلاح والذخار إلى المتمردين وإلى الإرهابيين على الأراضي السورية أو على الأراضي اللبنانية لماذا يقف المجتمع الدولي عاجزا عن إيقاف هذه السفن التي تقل أو تنقل هذا النوع من السلاح وهذا النوع من الذخار أعتقد أن المجتمع الدولي هو مجتمع متخاضر لا يريد إيقاف إيران عند حدها لا يريد أن يجعل من إيران تبتعد عن ما تعمل به على الأراضي العربية خاصة في سوريا ولبنان والعراق واليمن كل هذه العواصل التي لعبت بأمها القومي إيران المجتمع الدولي كان له رأيا آخر بذلك كيف يمكن قراءة تنوع وسائل القصف من قصف جوي إلى قصف بحري كما قالت وكالة النظام أن الميناء تعرض لاستهداف صاروخي من عمق البحر الأبيض المتوسط على الأغلب إسرائيل هي تمتلك سلاح جوي قوي جدا تمتلك سلاح متطور من السلاح الجوي وخاصة الطائرات الحديثة والمتطورة وتمتلك سلاح صاروخي قوي أيضا تستطيع أن يصل هذه الصاروخ إلى مسافة بعيدة جدا غالبا ما تقصف من فوق الأراضي اللبنانية أو من فوق الجولان المحتل أو من خلال البحر الأبيض المتوسط وبالتالي كان سلاح الطيران الإسرائيلي كان له الدور الكبير والواسع في توجيه مثل هذه الضربات إلا أن أحيانا تلجأ إسرائيل إلى طلاق بعض الصواريخ البعيدة المدى المتوسطة المدى وخاصة على اليابسة إلا أنه يمكن أو أعتقد بأن هذه المرة تم استهداف الميناء اللاذقية من خلال الوسائط البحرية المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط وهذا تحليل أما إسرائيل هي غالبا ما تلجأ إلى استخدام الطيران وليس إلى استخدام السلاح البحري على أي حال إذا تم استخدام السلاح البحري فهذا أيضا يتواجد في إسرائيل تلاح بحري متطور على متن صواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى وقادرة على إصابة أهدافها بدقة ميناء اللاذقية هو ميناء مكشوف وميناء دفع ثمنه الشعب السوري من دمه وبالتالي تستهدف إسرائيل هذه المواناة وهذه المواقع الحيوية التابعة للشعب السوري بكل بساطة وبكل سهولة وعلى حساب إيران التي لا تخسر شيء إنما هي عبارة تخسر قطع من السلاح أو صعب من الزخار يمكن خسارتها شكرا جزيلا لك المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت العميد عبدالهادي ساري الخبير العسكري حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان